السلام عليكم يا صبايا كيف حالكم ان شاء الله يربي تكونوا كلكم بخير ومبسوطين كل عام وانتو بخير ان شاء الله يربي ينعاد علينا وعليكم اعوام مديدة وسعيدة ان شاء الله فطاعة الرحمن وانحنا مع بعض دايما وانتو بنورين دايما قناتي كتير كتير انا مبسوطة انكم انتو موجودين في قناتي برحب في المشتركين الجديد عندي في القناة وبحكي لكم اهلا وسهلا انتو نبميتوا لقناتي قناتي بسيطة جدا بتعكس هيك الحياة الفلسطينية بكل تفاصيلها وبكل هيك بساطة ولزازة وطبعا هتحبوا هذا الاشي في الفيديو هذا وهتشوفوه عن جد كامل متكامل خليتكم هتعيشوا معايا كل الاجواء وكأنكم كنتوا في البيت ما فوتت ولا تفصيلة الا صورتلكم اياها هنا طبعا هدا ليلة العيد بالضبط طلعت على البلد كنت ما شارية الابهارات تاعة العيد فروحت على طول على ابو طاها ابو طاها هو بيكون قبال بين دوار العودة وبين دوار الشرقي مقابل يعني الفلافة تبعا كيلة فانا رحت على طول اخذت البهارات وجهزتها وحطتها في برسطة بناتها في التلاجة وكمان ع طاولة المطبخ وطحنتها وزبطتها عشان انتو عارفين عوازيم العيد وشغل العيد لازم كل اشي يكون جاهز هاد صباح تاني يوم العيد يا بنات جهزنا خلاص الاضحية وروحوا من الصلاة وجهزوا حالهم وبكون الشركاء خلاص اكتمل العدد ودبحنا وكل اشي تمام وانتو عارفين سياسة اليوتيوب ممنوع ان احنا نحط الدبح بعد ان نجلنا فرشنا في ارض الجنينة تبعتنا وخلاص صاروا ناسي جسمه وناسي وزنه زي ما انتو شايفين لغاية ما خلصنا كل اضحية العيد وزبطنا كل اشي وشطفنا الجنينة خلناها زي الفل وكنت في الواجهة هذا انا حضرت الفطور بس انا هنا حطيت لكم مقطع بعد ما شطفنا عشان يكون الفيديو زي بعضه يعني المقاطعة مع بعضها بعد ما شطفنا الجنينة انا كنت خلاص جهست الفطور هلجيت هبدأ معاكم الفطور وهنا يا بنات اول مرة هطلع معاكم برحب فيكم طبعا انتو عارفين عشان عيد لازم احكي لكم كل عام وانتو بخير بنفسي فعادي طلعت لكم بنفسي مش لازم احكي لكم ظهوري على القناة انتو عارفين يعني مش هيكون مثلا الملكة زنوبيا طلعت ظهوري وظهوري يعني بس كالاقتها حبيت اني انا اسلم عليكم بنفسي كل عام وانتو بخير مرة تانية يا بنات وهلجيت جتعت البصل وحطيته على النار وحطيت عليه زيت وهنا اخدت روحت من برا قطعة دهنة بس منديل عشان بحب انا اجليها مع البصل النفس هتعت الكبدة وما في احلى من افطار الكبدة يا بنات اول يوم العيد هو قلز ايش في الموضوع لما تاخدي الكبدة من الاضحية وتحطيها مباشرة وتطبخيها وتلموا كل الولاد ويكون الجو وزي ما انتو عارفين كلكو في كل بيت تنعمل الحكاية هادي هلجيت حطيت البصل جوانح على الزيت وحطيت كمان جرنين فلفل اخضر واحنا بنعملها بالطريقة التقليدية العادية طبعا بتختلف اذا كانت مشتركين من مصر بتختلف اختلاف كلي عن الكبدة الاسكندران يا بنات هلجيت بيكون هنا خلصوا هم بوزعوا بيكونوا حطوا المعلاج تبع العجل احنا بنحكي عنه معلاج يعني الفشة والاطحال والقلب والكلية والكبدة بحطوهم في كيس وبحطوا لحمة الفلاء بكيس لحال انا هنا شو بسوي بحط في جاط الفشة والاطحال مع بعض وبحط جطعة صغيرة بس من الجلب وبعملهم اكلة مع بعض بعملها صنية فشة والاطحال ومصورة معاكم على القناة اذا حابين ترجعو لها يا بنات اي وصفة من وصفاتي بتكم اياها اكتبوا اسم الوصفة واكتبوا مطبخ ريشة الفلسطيني في محرك بحس اليوتيوب بتطلع لكم مباشرة هل جيت يا بنات انا هبدأ على طول اول ما بجيبوا الكبدة على طول بجطعها جبل ما اغسلها وبعدين بغسلها ما بينفع اغسلها الاول وبعدين ارجع اغسلها هيك بتنزل كتير من دمها وبتزخخ اكتر فلا انا بجطعها بعد ما اعملها يعني بعد ما اغسلها بغسلها انا هنا جطعتها وخليت القطع شوية صغيرة لانه ولادي ما بيحبوا الجطعة تكون كبيرة هنا من الجلب اخدت جطعة صغيرة حطيتها على الاغراض اللي بدي اعملها صنية فشة والاطحال هحكي لكم هنا بالتفصيل شو بعمل انا في اللحمة اللي بتيجيني اللي هي اللي بتكون من اضحيتي بحيس اذا في حد حابب مثلا ياخدكم في السنة الجاية من عنا من فلسطين او من برا يعرف ايش ممكن يجسم طبخات كيف يمشي وضعه انا هذا الاشي بعملوا كل سنة شايفين الكيس اللي انا عملته يا بنات هذا لجيت الكبدة زيادة شوية رفعت نصف كيلو لحال مخلوط بين كبدة وقلب وكلاوي حطتهم في كيس عملتهم نوسكيلو كتبت باستكار عليهم انا دايما بجهز الاستكارات الصغيرة هادي بكتب اسم الطبخة وبحطها على الكيس بحيس بعد هيك ما اتوه في الفريزر واقعد ادور على اغراضي زمان كنت احطهم في صحون فايبر بس هلجيت حسيتهم بياخدوا وسع كبير من الفريزر فصرت احطهم بباكتات واكتب كل اشي عليه هذا الكيس تبع الفشة والوطحال وقسمت الفلاي اللي طلعلي كتبت عليه فلاي هلحين صار كيس كبدة كيس فلاي وكيس فشة وطحال وهحطهم مباشرة بالفريزر عشان في الحار ما بين فنجهز كل لحمتنا مرة واحدة ونحطها في الفريزر مرة واحدة كل ما تجهزوا شغلة حطوها مباشرة اول باول بالفريزر لانه احنا عنا الدنيا حار وكمان بتقطع الكهرباء في فلسطين فما بينفع استنى لما تلحمة تنزل دمها مباشرة بخلص وبدخلها بالفريزر على طول هنا بعد ما جلت البصل وجلت الفلفل واخدوا اللون الاشجار يعني ماي للهيكي للتحمير حطيتهم في صحن على جنب وفي نفس الزيت تبعهم وشوية من البصل كانت ضيلة في اليلاية حطيت الكبدة وحطيت عليها ورق غار فقط ما بحب يا بنات احط الكبدة على جوانح البصل لاني بحسها هيك بتزخخها وبتخليها تصير طعم البصل نفسه هيك كبدة وطعمه بحس فيه لسه بضلوا فيه شوية هيك زفارة بسيطة فبشير البصل على جنب لغاية ما الكبدة تتشارب وتستوي بعدين برجع البصل تاني وبديهم تجليبا مع بعض هلجيت انا هنا بحب احط كمان البهارات على الكبدة وقبل ما تستوي لاني بحب الكبدة قبل ما تستوي تاخد طعم البهارات البهارات اللي بحطها للكبدة بس ملح وفلفل اسود وزرة بسيطة من حبة الهان حب هان فلو كترتوا بهارات يا بنات هتضيع طعم الكبدة فانا لا بدي استمتع بطعم الكبدة نفسه ما بدي اغير طعمها الاصلي في الوقت هذا كانوا الناس اللي بشتغلوا برا طلبوا مني جهوة شجرة فعملت لهم على طول وانا واقفة براد يعني عملت لهم غلاية وحطتهم في براد او في ترمس الجهوة وطلعتوا في الوقت هذا طبعا بنعمل شاي بنعمل جهوة فبكون كتير الجو حلو برا وبننبسط مع الروائح مع الناس اللي بتشتغل والاصغار اللي بشتغلوا بنا ولبعض يعني كان كتير كتير العيد هذا حلو لانه عملو يعني قطعوا اللحمة عنا في باتي هلجيت بالنسبة للكبدة يعني غطيتها خليتها تتشارب وبعدين زي ما حكيت لكم هروح احط اول باول الاغراض بالفريزر هنا كنت حاطة جزايز مية لانه كنت زي ما حكيت لكم كنت بنضفة وجمعت كل الاغراض اللي كانت من الخضر يعني بدرج لحالهم عشان ما يختلطوا مع اللحمة وحطيت هنا الفشة والاطحال والقلب والفليه لورا هذا الدرج خليته لحاله لكل انواع الخضر اللي كانت عندي وسلسط الطماطب وخليت درجين للحمة العيد هلجيت كانت الكبدة جهزة وتمامت تمام وشطفنا يعني اللي جنينا من برا وقعدنا نفطر وشوفوا ما احلى شكل الكبدة يا بنات بتجنن وكمان لازم تكون معاها الزتون اخضر هيك اجزازة تكون يفتحها جديد وطازة مع خبز الصاج بتجنن يا بنات وكمان يا سلام لو كان فيه هيك مخلل بتنجان او مخلل اخيار بصراحة اتأخرت في اني عمل المخلل اخيار فلاقيت عندي اجزازة زتون وطلعتها هنا مقطع اللحمة لما بتكون على جانب قبل ما ياخدوها الشركاء اجا قبل المقطع تبع الاكل بعد ان احنا هنا يعني ملاخ كل واحد بياخد حسطه وبطلع شايفين عندي انا هنا اجت حسطي وفرشت في الارض في الصالة وقدم يعني وزعت وطلعت الكياس اللي بيكون فيها تلج عشان احطها بين الكياس اللي هتطلع للتوزيع وهنا طلعتها عجنب وزادت عندي صحن عدم واللحمة اللي جنب العظم هادي زادت الي للدار هلقيت حطيت الكياس وحطيت بينها كياس التلج لانه رحلتهم طويلة يعني عندي هنا تلج بالصح شوية لانه رحلتهم طويلة وبتخافوا اللحمة تخرب يا بنات ان شاء الله السنة الجاية بدي اجيب تيرموس نفسه اللي بنحط فيه مكعبات التلج عشان تضل اللحمة يعني محتفظة اكتر وكمان الشكل يكون اريح وشيل اللحمة نفسه يكون اريح اريحوا على التوزيع يعني زوجي ولادي وانا ركبت هنا لحمة السلج وعلى طول اشتغلت في المسبك انا والبنات على طول منا وصحبتها وانا اشتغلنا في المسبك قطعناه وحطناه على النار طلبتوا مني طريقة المسبك يا بنات هحكي لكم كيف طريقتها بس بعد في الفيديو هذا هفصلها لحالها حطيتها لجيت اللحمة المسبك على النار بعد ما غسلتها وفي نفس الوقت كنت مجهزة يعني سخان وحط فيه مية وحطيت فيه رجل العجل بعد ما كنت غسلها وبرضو طلبتوا مني كيف طريقة تنظيف الكوارع هي اول مرة انا اعملها يا بنات يعني كنت المرة هادي نفسي بجد في الكوارع بس ما بعرفش اعملها بس وصفتني كيف طريقتها بنت عمي وقولت هعملها ان شاء الله وصورتها برضو معاكم بس احتست فيها حوسة يا بنات بديش احكي لكم صحيح انها سهلة ولكن تعبت فيها كتير كتير يعني اكتر من الكرشة والمنبار لما تنض فيهم السنة هادي ما اخد كرشة ومنبار لاني ما بدي اضغط حالي كتير لاني كنت حابة اخد رجل فنظفتها وزبطتها وهقولكم كيف طريقتها بعد ما حطيتها في المية وخليت المية تنمل عليها تبدأ هيك تطلع يعني بخار بتحسي انها خلاص بدت تسخن والرجل فيها بتصير تمسك يوطر في الشعر اللي بيكون في الرجل على جانب وتشديه اذا طلع معاك بسهولة يبقى خلاص طلع الرجل في صنية وابدأ يحكي فيها عادي بالطريقة اللي انت شايفاها هادي زي ما بتحكوا بالضبط الكرشة والمنبار شايفين بطلع بكل سهولة لو حسيتوا انه علج معاكوا شوية الشعر وغلبكوا ارجعوا رجعوها في السخان اللي فيه مية تاني وارجعوا اعملوا تاني لها الحك لغاية ما تنضف والسير زي الجشتة زي ما انتو شايفين هل جيت بعد ما انا خليتها زي الفل رجعت حطيتها تاني في المية بس بعد ما غليتها عشان بدي المخلب نفسه لتحت الاضفر يعني الاضفر مش المخلب يفك عن العظمة واشيله بسهولة وفي نفس الوجهة ايدي في المسبك يعني بحرك فيه في نفس الوجهة وبعدين لما حسيت الاضفر مش راد يطلع معايا استنيت شوية لغاية مستوى المسبك وطفيت عليه وروحت لسلفتي خليتها تطلع ليا هل جيت شايفين يا بنات هنا المسبك اول ما يغلي يعني المسبك على نار عالية بتوطي النار بتخليها شمعة عليه لعند ما يتشارب كل المية اللي عليه ويستوي فيها ويبدأ خلاص يضل الزيت اللي بيطلع من السمنة اللي بتبقى في المسبك يعني الدسم اللي بيبقى في المسبك من دهنة المنديل اللي بنحطها فيه وبعدين ساعتها بصير السمنة هادي تجلي يعني في حبوب المسبك نفسها او في اللحمة المسبك نفسها وهيك بيكون السوا هحط عليه يعني عيار الملح اللي انا حبه لازم يكون ملحه طالع يا بنات وبعدين خلاص صارت الدنيا ليل والولاد ما كانوا راضين يأكلوا لانهم لفوا مع ابوهم واكلوا عند عمتهم غير على الساعة عشرة على الساعة عشرة سخنت اللحمة وفتيت وعملت لهم حلة رز صغيرة وعملت لهم الفتة الفلسطينية اللي انتوا شايفينها هادي هي خبز شراك تحت وبنحط عليه الرز ولوز واللحمة المسلوقة وبنعمل دقة توم وفلفل وبنحطها جنبها خلصنا هذا اليوم يا بنات وتاني يوم بيكون علي شغل تكملة للشغل تبع اول يوم هنا كنت وديت الكوارع لسلفتي وعلى النار شغلت النار وشعوتت لي اياهم من الشعر الخفيف اللي بيكون فيهم وكمان شلت لي المخلب وحطيتها بالفريزر العادي لتاني يوم الصباح كسر لي اياها ابو كرم بالطريقة اللي انتوا شايفينها هادي على شكل حبات هيك صغيرة قطعة صغيرة جسمتهم كسين وحطيتهم بالفريزر ولما اطبخهم ان شاء الله هطلعهم واحكي لكم كيف طبختهم بالزبط هنا بيكون اللحمة نفسها قطعتها هيك لونها على تحميرة لانه انا حطيتهم على النار عشان نشيل الاضفر تبع العجل نفسه فعادي بتروح وبتنضف وبتصير طعمها هيك زي اللي كانها مش عوطة على النار وطعمها بيكون كتير حلو هنا عبيت المسبك كياس وحطيته بالفريزر وهيك بيكون المسبك بطلعه بعمله على بيض بعمله على دمع الطماطم على بزيلا زي ما بدي احطه ممكن احط منه على الطبيخ بجنن يا بنات هلقيت كمان من شغل تانية ويا بنات اني انا بطلع الكباب عشان نعمل كباب تاني يوم كنت اعمل دايما انا واهلي المرة هادي عملنا لحالنا لانه انتوا عارفين كل اخواتي صافروا فضلتني لحالي بصراحة فعملت انا الكباب لحالي تبلته حطيت ملح وفلفل اسود وحطيت ابهار طبخ وحطيت كمان ابهار الكباب وقلبتهم يعني مع بعض ولازم تعجنوا الكباب كتير منيح وتحطوا نسبة يعني تقريبا للكيلو بتكون تحطوا ربع كيلو من الدهنة عشان الكباب يكون هيك دسم ويكون لذيذ وطعمه لذيذ يعني ما يكون جامد معاكو يعني لكل كيلو لحمة بنحط ربع كيلو دهنة شايفين يا بنات عجنتها كويس كويس عشان تاخد طعم الابهارات وتركتها بالفريزر عبال موزعت باقي اللحمة وعملت باقي الشغل وكنت فضيت خلاص لمسبك وبديت في اللحمة المفرومة تاني يوم يا بنات انا كمان بخلي حصة اللحمة المفرومة اللي بدي اعملها طبايخ او حواوشي او شغلات زي هيك بخليها لتاني يوم وبوديها على مكنة لطحن اللحمة عندنا هنا في حارتنا بيخدها ابو كرم وبطحن اللحمة نفسها وبحط لي اياها وانا بوزعها زي ما بدي انا هنا خليته يطحن لي اياها كفتة بس بدون بصل لباكدونس يعني على الناعم بس تخدمها للحواوشي للخلطات للفطاير وكمان بدي اعمل منها شش برك ممكن اعمل منها مكرونابل بشاميل اي اشي بدي اياه وبجمع اكلات صغيرة صغيرة وهنا عملت اكلة كبيرة كتبت عليها حواوشي واكلة كتبت عليها شش برك لبنتي نفسها فيه والباقي حطيته اكلات في التلاجة وهيك بيكون شغل تاني يوم وعملت كمان كباب انا حاليا احنا احنا في العصر وانا بعملكم المنتاج عملنا الكباب وتغدينا وهيك كان فيديو اول يوم العيد ونص اليوم تبعا اليوم اذا عجبكم يا بنات ما تنسوني في اللايك لاني تعبت بجد في الفيديو هذا انها لكت في المنتاج وفي التصوير عشان انجللكم كل اشي انتو بتحبوه شكرا لكم حبايبي وشكرا لمتابعتكم بتمنى انكم ما تخزلوني وتحطولي لايك يا بنات وتشاهدوا الفيديو للاخر واذا عجبكم كمان تعملولي شير عندكم يا حبايبي عشان القناة تكبر بيكم ولكم شكرا لكم وكل عام وانتو بخير انتو حبايبكم وينعاد علينا وعليكم ومع السلامة شكرا لكم